السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة تعلم والسفد مرحبا بكم في هذا الفيديو سنشتغل على نموذج لامتحان الموحد المحلي لمادة اللغة العربية وطبعا فالهدف من تقديم هذا النموذج هو التعرف على شكل الامتحان ونوعية الأسئلة التي تطرح فيه وكذلك الاستفادة من المعلومات المقدمة فيه من أجل الاستعداد الجيد لهذا الامتحان إذن على بركة الله نبدأ بالتعرف على النص لانطلاق إذن في الامتحان لا بد أن نقرأ نص مرة أو مرتين قراءة متأنية قراءة مركزة حتى نكتشف مضمونه والأفكار التي وردت فيه حتى نتمكن من الإجابة عن الأسئلة بنجاح إذن بداية سأقرأ النص لدينا في الوقت الذي كان يعيش فيه العالم حياة عادية هادئة والكل منشغل بحياته اليومية من عمل ودراسة وأشياء أخرى فجأة انتشر خبر مفزع بين الناس مفاده أن فيروسا قاتلا ظهر بالصين وينتشر بين الناس بشتى الطرق فاندلع الخوف والهلع في كل العالم وبدأت الدول تتخذ إجراءات احترازية حدت من حرية الشخص العادية وأصبحت تلزم الجميع باتخاذ احتياطات وقائية تفاديا لغصول الفيروس اللعين وبالفعل أصبح العالم مشلولا اقتصاديا وتعطلت الأصفار بين الدول لا وبل حتى بين المدن وأغلقت المساجد والمدارس والمطاعم والمقاهي وغيرها وأصبحت التجمعات والأعراس ممنوعة مما خلق جوا من القلق والضغط عاشه الصغار كما الكبار إذن هذا هو النص وهو يتحدث عن فيروس كورونا الذي ظهر بالصين وانتشر في عدة دول وأحدث شللا اقتصاديا في جميع الدول مما جعلها تتخذ إجراءات وقائية احترازية لتفادي انتشار هذا الفيروس القاتل إذن طبعا فالسؤال الأول لدينا أضبط الفقرة الثانية من النص بالشكل التام إذن هذه هي الفقرة الثانية إذن سنقوم بدبطها بالشكل التام إذن في الشكل نركز أكثر ونشكل كما قرأنا قراءة صحيحة إذن هنا مثلا سنشكل هكذا وبالفعل أصبح العالم مشلولا اقتصاديا وتعطلت الأسفار بين الدول لا وبل حتى بين المدن وأغلق المساجد والمدارس والمطاعم والمقاهي وغيرها وأصبحت التجمعات والأعراس ممنوعة مما خلق جواً من القلق والضغط عاشه الصغار كما الكبار هكذا سنشكل ثم ننتقل للسؤال الثاني إذن المطلوب أضع عنوانا مناسبا للنص إذن العنوان فنضعه من خلال مضمون النص وما يتحدث عنه النص بشكل عام مثلا هذا النص هذا يهضر على فيروس كورونا باعتباره فيروس لعين وباء قاتل إلى غير ذلك إذن مثلا ممكن نديرو كعنوان غنديرو مثلا الفيروس اللعين الفيروس اللعين أو كعنوان آخر مثلا ممكن نقوله الوباء القاتل أو فيروس كورونا المستجد إلى غير ذلك ثم باء لدينا ما هي بعض الإجراءات التي اتخذتها الدول للحد من انتشار الفيروس إذن هنا كارجع النص وتنبحته على الجواب ديال النص إذن في النص لدينا فاندلع الخوف والهلع في كل العالم وبدأت الدول تتخذ إجراءات احترازية حدت من حرية الشخص العادية وأصبحت تلزم الجميع باتخاذ احتياطات وقائية تفاديا لوصول الفيروس اللعين ثم نمشه الفقرة الثانية وبالفعل أصبح العالم مشلولا اقتصاديا وتعطلت الأصفار بين الدول إذن هذا إجراء مهم اتخذته الدول إذن تعطيل الأصفار بين الدول لا وبل حتى بين المدون أيضا بين المدون وأغلقت المساجد إذن إغلاق المساجد والمدارس والمطاعم والمقاهي وغيرها وأصبحت التجمعات والأعراس ممنوعة إذن منع التجمعات والأعراس مما خلق جوا من الضغط والقلق عاشه الصغار والكبار إذن سنجيب عن السؤال هكذا إذن بعض إذن نقول بعض الإجراءات التي اتخذتها الدول هي إذن قلنا تعطيل الأصفار إذن تعطيل الأصفار بين الدول كذلك بين المدن بين الدول والمدن وأغلقت المساجد والمدارس إذن وإغلاق وإغلاق المساجد والمدارس والمطاعم والمقاهي وغيرها وأيضاً وأيضاً أصبحت التجمعات والأعراس ممنوعة ومنع التجمعات والأعراس منذروا نوقات الحدف لأن هناك إجراءات أخرى أيضاً تم اتخاذها ثالثاً المعجم إذن لدينا أربطوا بسهم بين الكلمة ومعناها إذن الكلمات لأننا كلمة مشلولاً وكلمة تعطلت وكلمة هدت إذن مثلاً كلمة والاختيارات لأننا توقفت وعاجزاً وأوقفت إذن مثلاً كلمة مشلولاً كم شغل النص ونشوفو الصيق اللي جات فيه إذن لدينا أصبح العالم مشلولاً اقتصادياً إذن مشلولاً فهل هي مشلولاً اقتصادياً هل هي بمعنى توقفت أم عاجزاً أم أوقفت إذن طبعاً المعنى المناسب هي أصبح العالم عاجزاً اقتصادياً إذن سنربط بينهما هكذا ثم تعطلت إذن تعطلت الأصفار بين المدون تعطلت أي توقفت توقفت الأصفار بين المدون وأخيراً لدينا حدت حدت من حرية الشخص إذن حدت من حرية الشخص أي أوقفت حريته إذن سنصرها معها هكذا ب لدينا أملأ البطاقات بعائلة كلمة تعلم إذن عائلة الكلمة نأتي بكلمات أخرى تتضمن نفس الحروف الأصلية للكلمة مثلاً هنا عندنا الحروف الأصلية هي العين واللام والمين إذن خصنا كلمات تتضمن هذه الحروف بالضرورة إذن أعطونا هنا مثال متعلم وممكن نكمل مثلاً متعلم ندير اسم المفعول متعلم ندير المصدر أيضاً تعليم أو عفواً تعلم تعلم ممكن أيضاً ندير فعل آخر علم ممكن ندير تعليم معلم علم إلى غير ذلك علم عالم إلى غير ذلك من الكلمات لكن كلمات كثيرة جداً هي من عائلة كلمات تعلم نمر الآن لمجال الصرف والتحويل إذن لدينا أحول الجمال حسب المطلوب إذن الجملة الأولى لدينا ولج العامل باب المصنع إذن هذه الجملة سنحولها في أي زمن سنحولها في زمن المضارع وسنحولها مع الضمير أنا وأنتم إذن في المضارع ماذا سنقول أنا أنا أليج باب المصنع إذن العامل العامل هنا هو الفاعل الفاعل ما غير بقاش غير تحدف غنو لي أنا هو الفاعل أنا أليج إذن الفاعل هنا ضمير مستطير تقديره أنا أنا أليج باب المصنع ثم مع الضمير أنتما في المضارع دائما سنقول أنتما تليجاني أنتما تليجاني باب المصنع الجملة الموالية لدينا عاد أخي من المدرسة إذن هنا سنحول في زمن الأمر عندنا مع الضمير أنت إذن ماذا سنقول أنت في الأمر عودي من المدرسة أنت عودي من المدرسة ثم مع الضمير أنتن دائما في الأمر سنقول أنتن عدن من المدرسة والجملة الثالثة لدينا يسقي الفلاح أرضه إذن هنا سنحول في الماضي الفعل هنا يعطاه في المدرسة سنحول في الماضي إذن مع الضمير هن إذن ماذا سنقول هن سقينا أرضهن إذن الجملة سترجع هن سقينا أرضهن ثم مع الضمير نحن دائما في الماضي سنقول نحن إذن مع الضمير نحن في الماضي سنقول نحن سقينا أرضنا سقينا أرضنا الآن تمرين الثاني أملأ الجدول بما يناسب حسب المطلوق إذن لدينا الفعل سائمة إذن سائمة غنحدد الوزن دياله ثم اسم فاعلي إذن إذن سنخذ الفعل سائمة هكذا إذن فالميزان الصرفي فعندنا ثلاثة حرف عندنا الفاء والعين واللام بحيث الفاء الفعلي تقابل الحرف الأول ديال الفعل اللي هو السين ثم عين الفعلي تقابل الهمزة هنا ولام الفعل تقابل الميم هنا ونضبط بنفس نضبط بالشكل بنفس الشكل الذي عليه الفعل هنا عن سائمة سائمة حتى في الوزن سنشكلها فاعلة إذن سائمة كما نلاحظ فهي على وزن فاعلة هكذا أما اسم فاعله إذن لاحظوا هنا أن الفعل سائمة هو فعل تلاتي وفي القاعدة شفنا لأن اسم الفاعل من التلاتي يصاغ على وزن فاعل يصاغ على وزن فاعل هكذا فاعل إذن هنا سائمة ماذا سنقول سائم إذن فاعل أو سائم فهي على وزن فاعل لأن الفعل هنا تلاتي ولذلك اسم الفاعل قلنا هو سائم على وزن فاعل ثم هنا استقبال إذن استقبال هنكتب استقبال هكذا ونوزن استقبال إذن الحروف الأصلية في استقبال هنا هي القاف والباء واللام إذن بحيث القاف سنضر قدامها فا الفعل والباء عين الفعل واللام سنضر قدامها لام الفعل لام الوزن ثم هنا هاد زوائد هاد همزة الوصل والسين تأ حروف ما زيد هنزيد ها حتى في الوزن است هكذا ونضبط الوزن بالشكل التام است فعال إذن استقبال فهي على وزن استفعال استفعال ثم نضرب نضرب اسم المفعول هذا الفعل إذن اسم المفعول الفعل هنا يعني فعل غير التولاتي والقاعدة تقول اسم المفعول من غير التولاتي يصاغ بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره إذن استقبال غد نحول هالمضارعة شنو غن قول استقبال يستقبل ثم غن بدل حرف المضارعة بميم مضمومة إذن حرف المضارعة هنا هو الياء غن نحيد الياء ونضرب بلصها ميم مضمومة يعني مو هكذا مو ونفتح ما قبل آخره ما قبل آخره هي هد الباء ما تبقى ش مكسور غا تولي مفتوح هاقد إذن شنو غا ترجع عنا مستق بالون إذن هذا هو اسم المسعول اللي ممكن نصيره من استقبال مستق بالون ثم أخيرا عنا الفعل تفاجأ إذن غن دير الوزن دياله واسم الفاعل دياله كذلك إذن تفاجأ إذن غن نكتبو تفاجأ هكذا تفاجأ إذن الحروف الأصلية اللي عندنا هنا هي الفا والجيم والهمزة إذن الفا غن ديرو قدامها الفا والجيم غن ديرو قدامها العين والهمزة غن ديرو قدامها اللام ونزيد حتى الحروف لأن ما زيد في الفعل هي التا حتى الوزن غنزيده فيه تا والآلف غنزيده حتى في الوزن ونشكله كيف ما مشكل الفعل غنشكله حتى الوزن تفا إذن تفا فهي على وزن تفا تفا إذن تفا على ثم اسم الفاعل إذن هذا تفا فهو غير تلاتي اسم الفاعل من غير التلاتي يصاغ بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره بمعنى تفا تفا جاء غن حول هالم ضارع بعد القوي يتفاجأ يتفاجأ ثم غنبدلو حرف المضارعة ميما مضمومة الحرف المضارعة هو ي غنحيدو غنضيرو فبلاستو ميم مضمومة مو ونكسر ما قبل آخره ما قبل آخره هو هاد الجيم ما غتبقاش مفتوحة غتولي مكسورة إذن غتولي عنا متفاجئ أون والهمزة ما غتبقاش على الآلف غتولي على الياء علاش لأن ما قبلها مكسور هذه همزة متطرفة تكتب على الياء إذا كان ما قبلها مكسور إذن غتكون عنا متفاجئ على هذا الشكل متفاجئ متفاجئ هكذا نمر لتراكيب إذن المطلوب أتمم مملأ الجدول حسب المطلوب إذن عندنا هنا الفعل سنسنده إلى ألف الاثنين إلى و الجماعة إلى المخاطبة ثم سنجعله مجزوما هنا وهنا منصوبا إذن الفعل اللي عندنا عندنا فعل يغفو إذن إسنده إلى ألف الاثنين إلى ألف الاثنين يعني غنديره في المثنة مع الضمير هما أو أنتما إذن ماذا سنقول مثلا هما وهما سنقول هما يغفواني يغفواني أو هما تغفواني للمثنة المؤنت أو أنتما تغفواني في المخاطبة ثم هنا مسند إلى والجماعة يعني غنديره مع الضمير هم أو أنتم إذن هم يغفون أو أنتم تغفون اللي درتوها صحيحة يغفون أو أنتم تغفون ثم هنا مسند إلى المخاطبة يعني غنديره مع الضمير أنت ماذا سنقول أنت تغفين بحيث حرف العلة هنا يحدث أنت تغفين ثم هنا مجزوم مجزوم يعني سننضيره قبل منه حرف جزم مثلا سننضيره قبل منه لم إذن ماذا سنقول لم يغف هق الواو هنا أيضا تحدث حرف العلة يحدث وهو علامة الجزم لم يغف ثم سنجعله منصوبا إذن هدفي المضارع سننصبه مثلا سندخل عليه أن أو لا لن أو أي حرف نصب إذن غندروا مثلا لن ماذا سنقول لن يغفو لن يغفو سيكون منصوبا بالفتح ثانيا أركب أدوات الشرط في جمال مفيدة إذن عندنا إن وماتا أينما ومن إذن هذه كل أدوات الشرط فهي تجزم فعل الشرط وجواب الشرط مثلا إن ممكن أن نقول في جملة إن تعمل بجد تنجح إن تعمل بحيث فعل الشرط هو تعمل وجواب الشرط هو تنجح إن تعمل بجد تنجح ثم ماتا إذن ماتا احتهي غندرها في جملة احتهي تجزم فعلين فعل الشرط وجواب الشرط مثلا غالقلوا متى تحصل متى تحصل على الرتبة الأولى أو على المرتبة على المرتبة الأولى تنل جائزة التفوق مثلا تنل بحيث جواب الشرط هو تنل تنل جائزة التفوق ثم أينما إذن أينما ممكن دير الجملة مثلا أينما تذهب أذهب معك أينما تذهب أذهب معك أو تعود إلى وطنك بحال بحال أذهب معك أو تعود إلى بلديك ثم من إذن من نديروا حتيف جملة مثلا غالقلوا من يطع والديه إذن هذا فعل الشرط من يطع والديه ينل رضاهما إذن جواب الشرط هو ينل ينل رضاهما ثالثا أكتب الأسماء الخمسة بشكل سليم حسب كل جملة إذن الجملة الأولى لدينا ساعد أبيك في أعماله إذن ساعد أبيك إذن أبيك ستكون ستكون نفعل به ونفعل به كي يكون منصوب والأسماء الخمسة بما تنصب تنصب بالآلف لذلك صحيح سنقول ساعد أباك أباك هذا نفعل به منصوب بالآلف لأنه من الأسماء الخمسة والأسماء الخمسة تنصب بالآلف ثم هنا تأدب مع أصدقائي لدينا هنا أخوك هذه خطأة بسنونا نقول تأدب مع أصدقائي إذن أصدقائي مجرورة وأخيك ستكون مضاف إليه أخي إذن وهذا أخيك من الأسماء الخمسة وهي تجرب تجرب إذن سنقول تأدب مع أصدقائي أخيك ثم هنا الطفل ذا العشر سنوات إذن الطفل هذا مبتدع مرفوع وذا هنا سيكون بدل منه والبدل يتبع المبدل منه في حركة الإعراب إذن هنا سنقول ذا سنقول ذو مرفوع أبي الواو لأنه من الأسماء الخمسة ننتقل الآن للإملاء إذن المطلوب أضيف همزة الوصل أو القطع للكلمات التالية إذن هنا أحمده إذن الهمزة ستكون همزة قطع لماذا؟ لأن إذا اعتبرناها فعل أحمده أحمد الله فالهمزة هنا ستكون همزة المضارعة حرف المضارعة وإذا اعتبرنا أحمده إسم علم فأحمد كما نعلم فهي تكتب بهمزة القطع ثم هنا أخرج إذن الهمزة ستكون هنا همزة وصل لماذا؟ لأنها جاءت في أمر الفعل التلاتي أخرج أدخل إلى غير ذلك هنا استقبال إذن هذا مصدر لفعل خماسي استقبال استقبالك تكتب بهمزة الوصل وحتى مصدر ديالها يكتب بهمزة الوصل استقبال ثم هنا أعادة إذن الهمزة هنا ستكون همزة قطع همزة التعدية أو همزة ديال الفعل المزيد أعادة لعلى وزن أفعالة دائما تكتب الهمزة همزة قطع ثم هنا إرادة إذن هذا مصدر لفعل رباعي أراد يريد إرادة أو إرادة إذن الهمزة كنت تكتب فيه همزة همزة قطع ثانيا أتمم الجملة التالية ببن محدوفة الهمزة أو ابن مثبتة الهمزة إذن لدينا هنا عاد يوسف إبراهيم من صفاره إذن هنا واش غنديروا ابن بدون همزة أم مثبتة الهمزة إذن غنديروها بالهمزة علاج لأن ابنه هنا وقعت بين عالمين مذكرين متصلين إذن يوسف وإبراهيم إذن دائما ابنه لجتنا ما بين عالمين مذكرين فتكتب بمحدوفة الهمزة ثم هنا ابن خالتي يساعدني في إنجاز واجباتي إذن هنا غنكتبوها مثبتة الهمزة هكذا ابن لماذا لأنها وردت في بداية الكلام إذن دائما من كتجينا في بداية الجملة كنكتبوها بالهمزة متبتة ثم خالد بن مدينة فاس إذن هنا غنكتبوها أيضا مثبتة الآلف لماذا لأنها لم تجد نشوف موقع اللي خصة تحدث مثلا لم تقع بين عالمين مذكرين ولا بعد نداء ولا بعد همزة لذلك تثبت أو تثبت عفوا هنا يبنى عبد الله تفضل بالدخول إذن هنا ستكتب محدوفة الهمزة هكذا يبنى لماذا لأنها وقعت بعد نداء كتتحدث همزة ابن ثم الجملة الأخيرة أبنوا فاطمة زاركم إذن حتى هنا ستكتب محدوفة الهمزة أبنوا فاطمة زاركم لماذا لأنها وقعت بعد أدات استفهام إذن من يمكن جينا بعد أدات استفهام هنا أدات استفهام هي الهمزة فهمزة ابن تحدث الآن نمر إلى التعبير الكتابي إذن لدينا نص الموضوع في إطار أنشطتها الموازية تنظم مدرستك نشاطا تحسيسيا حول جائحة كورونا كوفيد 19 وقد اخترت أن تقوم بدور صحفي يجري حوارا مع أحد الأطباء حول هذا الفيروس في أسطر معدودة لا تقل عن ثمانية حاول الاستفسار عن أسباب ومظاهر هذا المرض وسبول الوقاية والعلاج منها إذا المهارة أولا التي يهدر لنا لهذا نص الموضوع هي كتابة حوار كتابة حوار درسناه طبعا هذا الحوار سيكون بينك أنت التي ستقوم بدور صحفي ستجريه مع واحد الطبيب الموضوع سيكون هو فيروس كورونا المستجد وغنحاول نسوله غتحاول تطرح لأسئلة حول ماذا حول أسباب هذا المرض مظاهر هذا المرض وسبول الوقاية والعلاج منه إذا المهارة سنخدم عليها هي مهارة كتابة حوار إذا هذا نموذج للحوار الذي يمكن أن نكتبه إذا في البداية نكتب مقدمة الحوار إذا مثلا سنكتب على هامش النشاط التحسيسي الذي نظمته مدرستنا حول جائحة كورونا استضفت طبيبا حضر هذا النشاط وضار بيننا الحوار التالي إذا أنا سأقول مثلا أهلا وسهلا بك سيد الكريم الطبيب سيقول مرحبا يا بني شكرا لك أنا سأبدأ في طرح الأسئلة عليه هل يمكنك أن تحدثنا عن أهم طرق انتقال هذا المرض الطبيب سيجيب سيقول هذا الوباء معد ينتشر أساسا عن طريق مخالطة أشخاص مصابين والتقاط إفرازاتهم عند السعال أو العطس أو الكلام إلى غير ذلك من أسباب انتقال هذا المرض مثلا لمس أسطح أو أشياء عليها الفيروس إلى غير ذلك أنا سأطرح عليه سؤالا آخر ما هي الأعراض التي تظهر على المصاب به والطبيب سيجيب مثلا سيقول تتمثل في الحمى والإرهاق والسعال الجاف والآلام إلى غير ذلك من الأعراض ثم سأطرح عليه بعد ذلك سؤالا آخر ما سبل الوقاية والعلاج منه الطبيب سيجيب سيقول طبعا يجب أن نلتزم بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والنظافة باستمرار إلى غير ذلك مثلا تفادي لمس الفم أو العينين أو الأنف إلى غير ذلك من طرق الوقاية من هذا الوباء ثم بعد ذلك يمكن أن نضيف الطفل سيقول مثلا شكرا لك على هذه التوضيحات شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات والطبيب ممكن أن يجيب مثلا سيقول لا شكر على واجب إذن الطبيب سيقول مثلا لا شكر على واجب وهكذا ينتهي الحوار إذن إلى هنا ننهي هذا الفيديو شكرا لكم وإلى اللقاء بحول الله